وينضم معنا في الستوديو وعميد وكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الإمام الدكتور محمد مكني مسار خير دكتور محمد الله ينسي أهلا بك معنا في عين الخامس بداية دكتور يعني على ماذا بنى صندوق النقد الدولي قوله أن جائحة فارس كورونا ستكون تأثيرها أوسع وأشمل وأعمق عن التكهنات السابقة في البداية بسم الله الرحمن الرحيم الله يسعد مساءكم جميعا مساء طبعا لا شك أن توقعات صندوق النقد الدولي يعني الجميع كان يجمع على أنه بنهاية الكورتر الثاني ستظهر بشكل أفضل يمكن صندوق النقد في الفترة الأولى وفي شهر أبريل بالتحديد كان يتوقع أن يكون هناك انكماش في الناتج العالمي بحوالي ثلاثة بالمئة لكن اليوم بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر من هذا التوقع يعني وجد أنه لا زالت الجائحة مستمرة والحقيقة أن الاقتصاد يعني بشكل عام تأثر بشكل كبير حتى يمكن لو وجدنا كل النسب المالية التي وضعوها من حيث انكماش الاقتصاد في العالم لو وجدنا أنها كلها كبيرة الولايات المتحدة الأمريكية متوقع أنها يكون حوالي ثمانية بالمئة في عام 2020 يعني دول مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وصلت إلى حوالي ثلاثة عشر بالمئة التكاونات أن يكون عندهم انكماش في اقتصادهم لعام عشرين في الخليج أيضا المملكة العربية السعودية الحقيقة يمكن هناك نسبة لأول مرة يمكن تصل لها المملكة كتوقع وهذا ليس يقوي ولكنه حقيقة دعنا نكون أكثر صراحة اليوم يتوقع أنه قد تصل إلى ستة بالمئة بعدما كانوا هم يتوقع أن المملكة ربما لا تتجاوز الثلاثة بالمئة في عام عشرين لكن كل هذه التوقعات ربما تكون مبنية على وقائع اليوم عندنا أغلقت الحدود لدول العالم الحقيقة سلاسل الإمداد أصبحت بطيئة جدا وتوقفت في الفترة في بداية الجائحة أيضا عندنا اليوم لو تحدثنا بالتحديد على دول الخليج يعني دول الخليج صحيح أن الحمد لله رب العالمين يمكن في فترة أو خطة عشرين ثلاثين كان هناك هدف أن يكون عندنا تنويع في مصادر الدخل لكن لا زال الحقيقة الاعتماد الأكبر على النفط يمكن حوالي 63% من الدخل الذي نحصل عليه من خلال النفط فحينما توقف الطلب على النفط من الدول الصناعية بالتحديد كان له أثر كبير مما أدى إلى تراجع أكثر من 50% سعر النفط وصلت إلى ما دون الثلاثين يمكن بعد اتفاق أوبيك بلس يمكن رجعت الأمور إلى وضعها الطبيعي لكن الأمر حقيقي غير مطمئن خصوصا أنه أنا أروح أنه لازلنا في بداية الجائحة أنا ما أعتقد أنه هناك طالما أنه لا يوجد لقاح لهذا الفيروس فأنا أعتقد أن الاقتصاد بشكل عام في العالم لا يزال يعاني من مشكلة يعني دكتور عندما تحدث أن الطباط الاقتصاد العالمي إلى 3% ربما لهذا العام يعني قد يكلف نحو ترليون دولار دكتور ربما أكثر هو يقول حوالي أكثر من ذلك لأنه المشكلة ليست في اليوم كم حجم الخسائر لا زلنا في مرحلة ما هي المشكلة الآن المشكلة لا زلنا في مرحلة عدم اليقين لا نعرف الحقيقة متى نصل إلى يعني نحن نصل إلى القاع هل هو على شكل V على شكل U نحن لا نفاهمين اليوم ما الذي يحدث في الحقيقة صحيح أنه الدول بشكل عام يمكن في الفترة السابقة والكل لاحظت الشيء هذا يعني حفزت اقتصاداتها يعني المملكة العربية السعودية على سبيل المثال ضخت ما يقارب حوالي 177 مليار تحفيز الاقتصاد للقطاع الخاص للمؤسسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة أيضا تخفيف العبئ على المنشآت من حيث يعني تحمل 60% من تكاليف الموارد البشرية والعاملين في القطاع حتى لا يخسر وظائفهم لكن يظل الهاجس اليوم في الاقتصاد اليوم إلى أين نذهب يعني هل نحن اليوم هنا السؤالي دكتور عذرا على المقاطعة أنت تحدثت أنه لازلنا لا نعرف أين نتجه الآن على مستوى الاقتصادي على مستوى الاقتصادي نعم انتشار هذا الوباء بالتأكيد أنه أثر بالسلب على معنويات المستثمرين هذا بالتأكيد صحيح وعلى الدول أيضا صحيح لكن المستثمر هذا أين سيتجه؟ اليوم الحقيقة ما تقدر يعني حتى التوصيات مثلا أين سنستثمر صحيح أن هناك قطاعات رابحة وهناك قطاعات وهي الأغلب خاسرة ربما المستثمرين اليوم يقولك نروح الاستثمار في التقنية الاستثمار في ما يخص المجال الصحي الاستثمار في التعليم الإلكتروني لكن هذه القطاعات الحقيقة أيضا قطاعات يعني مدى نجاح الاستثمار فيها أيضا ليس يعني مرتفع خلنقول بدرجة ربما أنها تحقق رضا عند هؤلاء المستثمرين الأغلب ويمكن نحن اليوم نرى بعض ما يحدث في الأسواق المالية الحقيقة الأسواق المالية لا تأكس حقيقة ما يحدث في الاقتصاد يعني اليوم أنا أعتقد أنه في فصل كبير بين الاستثمار في السوق المالي وبين ما يحدث في الاقتصاد يعني الأسواق المالية ربما نجدها أنها تصعد وتنخفض يعني خلننا بطرق المضاربة التي يستخذها بعض المستثمرين ولكن ليست على مستوى استثمار طويل الأجل اليوم لا يمكن هناك أن نقول والله الاستثمار في الأسهم أو في أسواق المال وهي حققت خسائر كبيرة جدا على مستوى العالم بشكل عام أنا أعتقد أنه نحن اليوم لازلنا في حالة عدم اليقين صحيح أنه هناك نظرة أنه في نهاية عام 2020 ولا زال هذا يعني على احتمالين أيضا الاختمال الأول هل سنجد لقاح في نهاية الكوارتر لا الثالث قبل العام أو أنه سنكمل إلى نهاية العام كل ما بتعدنا الحقيقة في عدم إيجاد هذا اللقاح أنا أعتقد أنه نقعدين نذهب إلى مرحلة صعبة أكثر إلى درجة أنه هل نصل إلى مرحلة الكساد أو نحن في ركود اليوم لازال فيها شيء من المرحلة كأنك تأكد دكتور محمد عندما تحدث عنهم جميع السلسة في العالم وإذا زعماء الدول اتفقوا على أن العالم بعد كورونا ليس صحيح مثل ما قبل هل نحن الآن نجني ثمار ذلك بدءا بالاقتصاد؟ الاقتصاد يمكن كان فيما سبق أعتقد أنه يعتمد على العولمة بشكل كبير والآن؟ أنا أعتقد أن العولمة أثبتت فشلها لأنه اليوم على سبيل المثال لو كنا نتكلم على تصنيع جهاز كمبيوتر على سبيل المثال اليوم كان هناك هدف عند الشركات أن جهاز الكمبيوتر يتم تكوينه في أكثر من دولة تجد جهاز الموبايل مثلا قطع غيره في الصين في كوريا في اليابان وينتج في مثلا ألمانيا أو في أمريكا لكن اليوم الحقيقة مع توقف سلاسل الإمداد في هذه الدول أو قل نقول بسبب الجائحة هو السبب الرئيسي الحقيقة أنها الجائحة أصبح غيرت النظرة لدى العالم وبالتالي لا بد أن هذا سيعيد النظر في مسألة هل ستكون هذه الدول بعد كورونا مثل قبل كورونا؟ أعتقد أنه لا بد أن يكون هناك اختلاف سيكون هناك تركيز أكبر على محليا كيف ننتج مثل هذه القطع أو في الإقليم على أقل تقديم هذا الاختلاف ومسار الاقتصاد في دول العالم ونحن في هذه الأزمة مركز القوة الاقتصادية ستتغير؟ شوف إذا كنا نتحدث يمكن أن فيه كان كثير يتكلموا ويقولوا والله ممكن أن الولايات المتحدة الأمريكية تخسر مركزها في اقتصاد عالم قوي كاقوة اقتصادياً أنا أعتقد أن هذا أمر ماهو سهل خصوصا في المدى أن نتكلم على اقتصاد عالمي كبير صحيح أنه قد يكون هناك تراجع كبير وحاد لكن اليوم من المنافس الولايات المتحدة الأمريكية؟ أنه ممكن أن يتغلب على الاقتصاد الأمريكي في المدى القصير أيضاً لازم يكون عندنا تفرق الحقيقة بين اليوم في لبس ما هو لبس؟ هل الركود يقود إلى الكسات؟ أنا أعتقد أن الركود بشكله العام أمر طبيعي في الدائرة الاقتصادية يعني طبيعي يمكن اليوم عمرها تجاوز 20 سنة يمكن مر في أكثر من حالة ركود سواء كان الركود في دولة معينة أو كان الركود على مستوى العالم بشكل كامل لكن الكساد الحقيقي نحن نتكلم عن المرحلة تهلح سنصل لهذه المرحلة وبالتالي سنجد أن اقتصادات دولة ستتغير بالكامل أنا أعتقد أن هذه الجزئية ما هي يعني احتمالها بعيد أو خنقول غير موجود في الدائرة صندوق النقد الدولي أيضاً توقع في شهر يناير أن يكون هناك نمو قبل أن يحدث توقعاته خلال أيام الفائتة إلى تراجع النمو معلن ذلك أن الصين أخفت الأرقام الحقيقية والله يشوف هو المتوقع أيضاً صحيح أنه يكون في عندنا تراجع بطيء مع بداية العام الجديد أما مسألة أنه هل الصين أخفت بعض أرقامها الحقيقية أو أنه هي بتنشر اليوم أرقام حقيقية يعني هذه ما يمكن الجزم بها حقيقة بشكل كامل حتى صندوق النقد الدولي اليوم لما يضع توقعاته أنا أعتقد أنه فيها شيء من عدم الوضوح وعدم تقاريره غير دقيقة والدليل أنها تتغير من فترة إلى فترة بشكل سريع يعني إذا كان في شهر إبريل يتوقع أنه يكون هناك يعني انخفاض في الناتج المحلي العالم بحوالي 3% اليوم بعد حوالي شهرين وحاجة قال لا حنصل إلى ما يقارب 4 و 9 من 10 بالمئة يعني نتكلم على 5 بالمئة في معناته نقدر أن نشخص الحالة بشكل كامل أنه نحن في مرحلة عدم اليقيم ما نعرفين هل الاقتصاد سيستمر بنفس النهج أو سيكون هناك إيجاد اللقاح وبالتالي ستنتهي المشكلة نعم كان معنا في الستيديو عميد كلية الاقتصاد والعلم الإدارية في جامعة الإمام الدكتور محمد مكني شكرا جزيلا لك دكتور محمد على هذا التوضيح وعلى هذا التفصيل